مرحبا بكم في قناة تحفة يوب لازم لهم وكادت توفر مناصب الشول التعاني المناطق الحدودية من تهمش كبير لهذا بعد ان فقدوا الامل في نظام المخزن قرروا محاولة دخول العيش بالجزائر مجدد مطالب استمح لهم باجتياز الحدود ومنحهم الجنسية الجزائرية حسب ما ذكرت صحف محلية حيث يوجد الملك المغربي محمد الثالث على صفح ساخن لعدة اسباب منها اخفاقته الداخلية والخارجية وتزايد الغضب الشعبي عليه لهذا وتخوفا من مزيد من الاحسيقان في المغرب ضده بتزامن مع ان قيلب عدد كبير من دول العالم عليه ومساندتهم للصحراء الغربية بشكل عالي ورسمي ردا على الصفقة المشبوهة مع ترامب سابقا بتزامن ايضا مع كون ادارة بايدن تسير بخطة تابتة لالغاء القرار وفق تصريحات عدد من المسؤول الامريكان وللتشتيت انظار المغرب من كل هذه النكسات وحتى المشاكل الداخلية في المغرب خاصة من العائلات المغربية عبر الحدود لجأ محمد سادس لتوجه انظار رأي العام بالمغرب نحو المانيا بقطع العلاقات معه بعدما وصفته بالمحتر للصحراء الغربية وكذفت عال ازمة وهجوم في تصريحات من مسؤوله ضد الجزائر لكن الواقع في الداخل المغربي متفطن وحالة صخط كبيرة ضد الملك الذي فقد شعبيته كثيرا بين شعبه اما بخصوص من حاولوا اقتحام الحدود فتم منعهم مجددا وتفريقتهم في انتظار ان كان المخزن سيجد لهم حالا مناسب وبديلا جيدا لانهم يعانون خاصة بعد استشديد الرقابة على الحدود والمهربين في انتظار ايضا ان كانوا سيعاودون المحاولة دخول الجزائر في الاسبوع القادم فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل البداية اولا مع اعترف الصحفة المغربية وصحفة الكيان ان بايدن سيلغي قرار ترامب والصفقة التي جمعتهم حيث خدعوا للامر الواقع بل اكتر من ذلك هو اعترفهم بان بايدن سيصبح داعما للصحراء الغربية ويدغط على المغرب الى درجة توقع دفاعه عن الصحراء الغربية الى غاية استقلالها حيث كشفت صحيفة هاريس تابعة للكيان تطرق الباحث المغربي علي العلاوي الى تحذير بايدن لالغاء قرار ترامب وسحب الاعترف الامريكي بخصوص صيادة المغرب على الصحراء الغربية مع الاشارة الى ان الرئيس الامريكي جو بايدن قادر على تحد الريباط والمساعدة في تحرير الصحراء الغربية واكد الباحث العلاوي انه في اطلال البحث عن حل وسط لقضية الصحراء الغربية ستعيد ادارة بايدن احياء خطة بيكر الهدف الى تنظيم السفساء في الصحراء الغربية والمعروفة بخطة السلام لتقرر مسير الشعب الصحراء الغربية التي قدمها لمجلس الامن الدولي عام 2003 موضفا ان هذه الادارة ولكي تفية بوعدها بالتمسك بالقيم الديمقراطية عليها ان تعلن بحزم ان الحل ديمقراطي في الصحراء الغربية ليس ضروريا فحسب بل حتميا ويجب ان يحدث ذلك قريبا قبل تفاقم الوضع وهذا ما يجعل الملك المغربي يعيش اصعب ايامه وفي موقف محرج للتاريخ بعد تحديه لكل العرب والمسلم بالهرولة للتطبيع وخسر كل دول جوار من اجل لاي الاعترف امريكا بسيادته على الصحراء وفي الاخير يلغى القرار بهذا الشكل ويتضح انه وقع دحية في فخ نصبه له ترامب كما اشار البحث في مقاله المنشور في الصحيفة الى عدم تمتع الدول التي طلبت بالصحراء الغربية والمتمثل في كل من المغرب وموريتانيا سابقا باي حقوق سيادية على اراضيها من الناحية القانونية وفق حكم محكمة العدل الدولية وتأتي جملة تقارير الاعلامية التي تحمل توجه ادارة بايدن نحو مراجعة اعترف ترامب بسيادة المغربية على الصحراء الغربية غدا تتواعد وزير دفاع الامريكي لويس أوستن بالنظر عن قر في مسألة الصحراء الغربية في رده على رئيس لجنة الدفاع بمجلس شيخ الامريكي سيناتور جيمس انهوف الذي ارد معرفة رأيه بخصوصا ديمستفتاء تقارير المصير في الصحراء الغربية ومؤكدا ان هذا الملف سيكون من بين المسائل التي سينظر فيها وسبق ان طلب 27 عدوان في مجلس شيخ الرئيس جو بايدن بالتراجع عن اعلان ترامب واعتبر اعداء الكونغرس الامريكي ان القرار المفاجئ لترامب قصر النظر ويقود عقودا من السياسة الامريكية مما تسبب في السياق اعداد كبير من الدول الافريقية وعلى رأسها الجزائر فما رأيكم في ذلك؟ هذا وفي خبر منفصل ولن مع رئيس المرسد المغربي لمناهد التطبيع احمد وحمن الذي استنكر بشدة اعلان حزب الاصل والمعاصرة في المغرب عن نيته في ترشح المغربي اليهودي سيمونسكيرا الضابط السابق بجيش الكيان للانتخابات المحلية المقبلة وقال وحمن في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية ان حزب الاصل والمعاصرة ليس حزبا سياسيا جديرا بان يحمل هذا الاسم فهو ليس حزبا طبيعيا ولد المجتمع وانما تم صنعه في الدهاليس لاداء ادوار بعينها من بينها هذا الدور القادر بتبيض وجه الكيان وهذه الخرجة منهم بترشح هذا الضابط سبب صدمة في الرأي العام العربي والاسلامي وصدم ايضا الشعب المغربي بشدة وهم الذين يمنعون من اي اشكال حرية تطابر او معارضة قرارات الملك او تطبيع او اي شيء اخر يتمنع المدهارات في المغرب او حتى المعارضة بمواقع التواصل ومن يعارض لملك المغربي محمد سادس في اي قضية يجر لسجون مباشرة حيث ازداد القمع في المغرب مندهر ولت محمد سادس لتطبيع واصبح يستعمل سياسة الالهاء وبعبع الجزائر بتحويل انظار المغرب نحو الجزائر والترويج على انها هي العادو وكان رئيس المرسد المغربي لمنهد التطبيع قد استوقف قبل ايام في منشور له عبر صفحته بموقع الفيسبوك الامر العام لحزب الاصلة والمعارضة تاني اكبر حزب في برلمان المغرب بخصوص عزمه ترشح سكيرا في الانتخابات المحلية المقبلة لرئاسة اكبر جبهة بالمغرب وهي الدار البيضاء طالبا منه التراجع عن الخطوة العار وان المغرب سيجني دمارا عكسية لتطبيع بعد سنوات خاصة وانه من الان فقد جيرانه ونصب معهم العداء بسبب التطبيع وحتى كيد المؤامرة ضد الجزائر وتونس فهو هرول اليها رغم اعتباره خيانة عظم من الجزائر وتونس وكل شعوب الدول العربية واحرار العالم فما رأيكم في هذه الخطوة الصادمة بالمغرب هذا وفي خبر منفصل مستفزة مؤخرا البداية اولا مع الشعارات تخوينية ضد الجيش والشرطة التي تغزو الحرك وتتعمد بعض الاطراف التركيز عليها من اجل اهداف خفية ولدفع البلاد نحو المجهول وقبل الحديث عن الشعارات الجديدة التي اترت الجدل الكبير قال رئيس الجمهورية عبد المجيد سبون في اول تعليق له على الشعار مدنية مشى عسكرية بالقول ان الشعار مدنية مشى عسكرية يستهدف الجيش منذ مدة طويلة واكد ان الجيش الجزائري بعد عن السياسة تماما يطبق اوامر رئيسه بحدفيرها كما يفعل الجيش الشعب الوطني الجزائري وبخصوص الحملات التي تستهدف المؤسسة العسكرية قال اعدوا اكرر ان شعار استهدف الجيش عمرها 15 سنة ونحن على ديرية من بمرويج الاشاعة واغلبيتهم الساحقة من الخارج هدفهم الاسم هو نشر الفوضى وهي استقاف نفوس المواطنين وادفت بون بالقول ان 98 من المواقع هي لدول جارة عمدت للترويج لكذبة واشاعة جد خطيرة هذا وعد الرئيس بون ايضا للاشاعة الكثيرة التي كانت اطلقت عند مرضه بالقول يدعون الدين والاخلاق ولكن لا مدلس لهم تارة يقولون انه ليس مريضا وتارة اخفوه وتارة اخرى تعرض لمحاولة تغسيال هذا وما زال الانقيسة في الحراك وحتى تنفر في اكبير من المعارضين للنظام وغير رادين عن اداء الحكومة والوضع العام قاطعوا الحراك لعدة اسباب ابرزها لان الحراك بس يستغل من جهات مغرضة